مساء النور والهنة على أحلق مهورنا قبل ما نبدأ يريدنا صلى على سيدنا محمد عليها أفضل والصلاة والسلام وما تنسوش تضموني باللايك وكمانت الحلم ويلا بسرعة بسرعة نشوف قصتنا النهاردة بتحكين ايه بتبتدي القصة في قوضة بسيطة جدا فوق السطوح بتكون نايمة بنت في أوائل العشرين من عمرها وكانت بتشبه البدر في يوم 14 من شدة جملها كانت بتحلم حلمي جميل جدا رسمت اللي ابتسامة على وشها الطفولي وهي نايمة لكن اللي ابتسامة اتحولت لتكشيرة وانزعج من صوت خبط الباب أيوة أيوة حاضر جاها من اللي بيخبك كده بس على الصبح يا ربي فتحت الباب وكانت الستة أم أمين صحبة العمارة اللي هي سكنة فيها صباح الخير اتفضل يا خلت أم أمين صباح النور يختي في حاجة اه هايزة فلوس الإجار بتاعة القوضة اللي انت مزرعة فيها انت وستك ما تقول ليش لما تقبضي المعاش بتاع ستك بنت حلال كنت لسه هقولك كده لا ما تقول ليش انا مش همشي غير بفلوس الإجار اخلق صيحة الفلوس الإجار هلش هننزل طب ما هو انا ما معيش فلوس الإجار دلوقتي ممكن تصبري عليش ويلا يخليكي بقولك ايه انا صبرت كتير عليكي بقى لك شهرين ما دفعتش الإجار وانا خلاص راح يبقى ادفي مناخر منك قدامك أربع أيام بالزبط ما دفعتش الألف جنيه هتردك انت وستك وهرميلك شوية الكراكب بتوقف الشارع انتي فهمه أربع أيام ايه بس ازاي هقدر اجمع الألف جنيه في الأربع أيام انا ما معيش قصة نجيب في طرلتيتا ابوس ايدك ابوس ايدك ايه خلتم مؤمين زود المدة حتى شوية لحد ما لقي شغل وانا والله هدفع لك الإجار تعديني بالله عليكي معقول هترميني أنا وجدتي في الشارع يعني مصعبا عليكي حالي وانا والله ما معي فلوس خالص ومعش تيتا بيك في الأكل بالعافية ابوس ايدك ابوس ايدك اه في جنبي انا حتى مش عارفة عليك تيتا من الزهايمر كلامي شحة دول مش هيكل معي انا لولا برأف بحالك كنت رميتك دلوقتي في الشارع بس أنا سبتك أربع أيام تتصرفي في فلوس الإيجار معك أربع أيام وأربع أيام بس عن إذنك ياختي سكان تعرف أجيب ألف جنيه فأربع أيام ده أنا حتى ما معيش خمسة جنيه في جيبي السرف الزيانة دلوقتي أباقي التليفون منها اشتري تليفون قديم وبعد إن ده ما يجيبش أصن ألف جنيه بس أبيع السرير إيه لها بلدة وتيتا تنم فين يعني طيب أعمل إيه أباقي ليتي وخلص إيه اللي أنا بقوله ده أنا أحسن حاجة أدعي ربنا وهو هيساعدني يا رب يا رب وكلتك أمري يا رب أنا يتيمة وما لش حد غير تيتا وهي تعبنة جدا وأنا ما معيش فلوس وأنا رضي الحمد لله بس أنا محتاج ألف جنيه ألف جنيه واحد بس علشان ما ترمش في الشارع يا رب أف جنبي خلصت حنين دعاء وقامت علشان تصحي جدتها يا نوجة نوجة صحية تيتا نجية يا نوجة أنت مين هو بتصحيني ليه يا أختي أنا حنين يا نوجة حنين حنين مين أنا حنين يا تيتا حنين حفظتك حفظتي مين أنا ما عندش أحفاد حنين يا تيتا حنين بنت أكرم ابنك أكرم ابني هو تجوز أيوة من 22 سنة وخلفني كمان ياه 22 سنة هو هو فين أكيد مرته الحرباية ما خلته شي يجي يتطمن على أمه الله يرحمهم برحمة الوسعة ويسكنهم فسيح جناته دول ما بقوش موجودين يا تيتا المهم وما يخسل وشك وأعود على الكنبل برة لحد منزل تحت أجيب حاجة نفطر بها أنا عايزة فلو طعمية وجرجير حاضر هاجب لك بس ربنا يكرم بفلوس الأول أنا لسا هدور على فلوس هتلقي ربنا فوق هو اللي بيرزق هو في السماء رزقكم هو ما توعدون اتكل على الرزق الكريم وناما بالله يا تيتا اتوكلت على الرزق الكريم يلا بقى أمي معي يلا نازلت حنين وهي مش عارفة تروح فين ولا تأمل ايه ولا تجيب فلوس الإيجار منين ولا حتى تجيب فلوس تشتري بها فطر لها والجدتها قعدت شوية على الرصيف وهي بتفكر في ظروفها الصعبة اللي عمها والسبب فيها لأنه بعد وفات أمها وابوها في حدثة عمها خد ورسة أبوها من البيت وعاشت مع جدتها وتصرف عليها لحد ما قبرتها بس دلوقتي جدتها كبرت في السن وقالها زهايمر وبقت مسؤولة عن حنين وبعد التفكير ملقيتش حنين حل غير إنها تروح لعمها تترقى يدي لها الفلوس يمكن تقدر تدفع منها الإيجار وتصرف منها على جدتها ووصلت عندي بتعمها ورنت القرس فتحت الباب بنت عمها اللي اسمها جاهد إيه دا حنين نعم جالي إزيك يا جاهد هاملا إيه هامي موجود أيوة موجود هايزلي تم ممكن أقبله ممكن لي لا ادخلي دخلت شاهدتنا دي البابا ها وبعد شوية تلع عمها اللي اسمه حسن ومراته إلهم معه نعم هايزني ليه إزيك يا أمي هامل إيه تم منا عليك هامك كويس يا أختي زي ما انت شايفه قولي جاي ليه ويريت ما يكونش علشان موضوع الشقة لإني زي ما انت عارفه طريق من عمك تجوز فيها لا يمرت أمي موضوع الشقة اللي كانت بتاعت بابا اللي يرحمه أنا ننستها خلاص واستعملت ربنا فيها بس بصراحة أنا محتاج فلوس يا أمي نعم فلوسي فلوسي يا أمي اديني أي مبلغ أدفع الإيجار الأودة إلا نعيش فيها أنا وتيتا إلا صاحبة البيت هترميني أنا وتيتا لو ما دفعتش الإيجار أبوس إيدك أقف جمبي على أقل مش علشاني علشان تيتا ما تنساش إنها أمك آه آه ماشي هايزة كام إيه انت هتدهفلس ولا إيه أيوه مش عشانها عشان أمي أمك من أمتى أمك بقولك إيه إنسى الموضوع ده خالص هي تروح تتصرف وتصرف على جدتها من نجحنا دعوة لا يا أمي أبوس إيدك ما تسمعش كلامها دي مهما كان أمك وأنا بنت أخوك يعني من عيلتك ساعدني بأي مبلغ حتى لو صغير أنا ما معيش أي فلوس خالص والله لو معي ما كنتش جيد حطت نفسي في الموقف ده ولا كنت هسمح إني أخد منك فلوس بس والله أنا مش معي أكلتيتا حتى أنا حتى لسه بدور على شغل لإني لسه مخلصت درسة في المعهد هو أنت دخلت معهد فني مع أنك كنت جايبة مجموعة يدخلك طب أو هندسة أوه أنت كان نفسك تبقى مهندسة مش كده بس غريبة مع أنك جبتيها بس ما دخلتهاش الظروف يا شهد الظروف بتكبرنا نعمل عكس الحاجة اللي بنتمنها ونظرو فيه ما كانتش تسمح إني أدخل جامعة المهم يا عمي حضرتك هتساعدني هاي زكام نعم خلص يا إلهام خليها تاخد القرشين وما نشوفش وشها تاني اتفضل لخمسمة جناهم وما نشوفش وشك تاني وانسي إنك تعرفيني فهمة خمسمية ما لهم الخمسمية ومش عكبينك ولا إيه احمد ربنا يا أختي أنت مش معك تاكلي ما لش يا ماما الطمع زيدي اليومين دول قوي هتاخدي الفلوس ولا إيه هاخده شكرا حنين خدت الفلوس وبصت لهم بحزن وانكسر وبعد ما مشيت من هناك وهي مشي كانت بتكلم نفسها أعمل إيه دلوقتي أنا عليها ألف جنيه إيجار أتصرف في الزينا دلوقتي يا رب يا رب أنا محتاجي لك يا رب أقف جنبي روحت حنين وخبطت على أم أمين فتحت أم أمين وقالت أهلا يا حبيبتي أعتقد أنك جاءت الدين الإيجار مش كده هو مش بالضبطة كده نعم يا أختي يعني إيه بتنتي شكلك كده حبة تترمي في الشارع صح؟ لا والله أنا بتصرف ما قدرتش أجمع فلوس الإيجار كلها أنا هتديك الخمسمية جنيه دول دلوقتي ووعدك الشهر الجاي هتديلك ألف إيجار الشهر ده واللي جاي قلت إيه؟ قلت لأ يعني لأ هاخد فلوس الإيجار كلها بعد أربع أيام ولا أقول لك هترخمسمية دول وبعد أربع أيام تجيب الخمسمية التانيين بس أنا تصرفت في دول بالعافية ومش عارف أجيب التانيين منين مش مشكلتي هو أنت بتعمل كده اللي معي علشان أنت لو كنت وفقتي تتجاوز أمين ابني كان زمنك عيشة في أحسن شقة أنت وستك الودي حبت عيني كان دايب فيك دوب وانت رفضتي قال صحيح فقر وعنتزة يعني أنت يرديكي أتجاوز واحد بلطجي زي أمين ده بتقولي يا بيت قصدي يعني ابنك مش متعلم هو بعدين أنا ما بحبوش تعلم إيه؟ ما هو أنت تعلمت هو هم اللي تعلموا عاملوا إيه هو بعدين يخدي ابقى خلي الحب ينفعك ابقى خلي ينفعك لما تترمي في الشارع أنت وستك اللي مش فكرك أصلا ساعتها تبوسي الرجلين علشان الودي بن أمين يتجاوزك بعد إذنك قفلت الباب في وشها لفت حنين علشان تمشي بس لقى تأمين في وشها هي مساء الجمال على ملكة الجمال والروح والقلب إزيك يا عشق مساء الزفتة على دماغك عسل لسانك بينقى السكر وعسل أي حاجة بتقوليها زي العسل على قلبي تغفر والله العظيم تم ممكن توسها بقى علشان أمشي من وشك ماتلين بقى يا أمر وتعالي نتجاوز وانشلك من الأودالة في السطح دي وعيشك ملكة تعرف يا أمين الشارع بالنسبة اللي أرحم بكتر منك أو والله لإن مش ناسي رخمتك معي أو المسكنت هنا وكنت قليل الأدب جدا ده غير إنك صيا وضيا وبلطقي كمان أوامن وشي بقى برحتك يا أمر بس مسيركها تتكتب على اسمي طلعت حنين وقعدت جنب جدتها وبعد إنها يمت رأسها على رجل جدتها ودمعها نزلت أنت أكيد جاهنة صح أنا أسفة أنا أسفة ما قدرت شجب الفل ولا الطعمية ولا الجرجير أنت مين أنا أنا بنت رجل وسيم اسمه أكرم هو بنت ست جميلة اسمها حنين وفيه مقالوا لبنتهم اللي عمرها 13 سنة هيروحوا مشوار فضلت البنت طايت حيزة تروح معهم لكنهم رفضوا وبعد ساعة عرفت إنهم مراحوا للأبد هو مش راجعين تاني أنا فتكرتك أنت حنين حنين حبيبتي صح بس أنت تقربي لي إيه أقولك مش مهم المهم إن أنا بحبك بس أنا جاءنا هتأكليني إيه حاضر هو ما جيب لك أكل لأ ما تسيبنيش لوحدة هنا تاني علشان أنا مش فكرة حاجة هو خايفة ما تخافيش يا قلبي أنا معك على طول أنا حنين حبيبتك اللي مش هتباد عني هنزل أجيب لك حاجة تأكلها نزلت الشارع وفضلت تتماشى في الشارع على أمل إنها هتلاقي شغل بس ما فيش فايدة تعبت من كتر المشي واللف خصوصا إنها مكلتش حاجة من الصبح عادت على الرصيف بتعب ودخة من قلة الأكل بصت جنبها وكان واقف راجل عمالي الشنف العربية بتاعته لأنها عطلت منه قامت راحت عنده وقالت في حاجة حضرتك نعم عايزة إيه انتي بسأل حضرتك لو بتواجه مشكلة لا تفضلي ملكش دعوانتي تفضلي هو أنا بشحت منك أنا شايفك إنك بتواجه مشكلة هو بسألها لشان ممكن أسعدك سأخفر الله العظيم أنا بواجه مشكلة في العربية عطلانة وأنه لازم أمشي دلوقتي حالك علشان عندي شغل هربي تقاتل أنا؟ طب ممكن أسعدك افتح لكبوت العربية كده إيه؟ ما تقلقش أنا كنت في معهد هندسة قسم ميكانيكا وعرف في تسلح العربيات افتح الكبوت بس وأنا إن شاء الله مش هتندم يلا بقى علشان تلحق شغلك ماشي أما نشوف فتح الكبوت وبدأت حنين تسلح في العربية وبعد شوية خلصت اتفضل ركب العربية ودورها كده ركب الراجل ودورها نزل منها وقال إيه ده؟ دي اشتغلت مش هؤلت شطرة جدا شكرا تمام انت ربنا بعتك لي من السماء علشان نلحق شغلي اتفضلي إيه ده؟ دي حاجة بسيطة تمان تسلح العربية لا شكرا أنا ما عملتش كده علشان الفلوس شكرا لحضرتك بس يعني لو حضرتك ممكن تشوف لي شغل يبقى قد ترخيرك لو حابب إنك تردليك جيملياني أو طبعا حابب أرده لك أنا اسمي نبيل محمد ده الكرت بتاعي في عنوان الشغل وأرقامي وتلفوناتي اتصلي أو تعالى على عنوان اللي في الكرت ونأكدها سعدك شكرا شكرا لحضرتك شكرا يا أستاذ نبيل العفو أنا اللي شكرا جدا لازم أمشي حالا علشان عندي شغل اتفضلي حطي الفلوس في إيدها ومشي مبسط حنينة على الفلوس اللي في إيدها وهي مش مصدقة نفسها من الفرحة عدت الفلوس وكانوا ألف جنيه وقتها كان هيغمع عليها من الفرحة ضمت الفلوس لحضنها وبتتنطط زي الطفل الصغير اللي فرحهم بلعبة جديدة وبعد يمبسط للسامة وقالت الحمد لله يا رب الحمد لله انت عظيم أو يا رب العربية وطلت وكان سبب رزقي الحمد لله وروحة حنين وهي أسعد إنسانة في الدنيا اشترت أكل جدتها وخبطت على أم أمين فتح أمين الباب وقال قلبي يستوقف عن النب بسبب هذا الجمال أمين يا رب بس أنت ما تقاطاش أمك فين يا ما نفس أمي تبقى حماتك أخلص أمك فين يا أمه يا أمه إيه تعالي شوف مرات ابنك المستقبل هاو زيه جاءت أم أمين وقالت يأتك بخبة عليك انت وهي دي بيت شحاتة الله يستمحكي خلت أم أمين المهمة تفضل خمسم الجنة لإجارهم أظن كده مش هتطرديني صح جبتهم منين دول ربك ما بينساش عبد المحتاج اسمه الرزاق الكريم أيوة يعني جبت الفلو الزمنين انت ملك انت ما تخلك في حالك ما تتكلم عادل يا بيت مع ابني حاضر بعد إذنك إذنك معك يا أمر جاءتك خيبة البت مش طيقاك وانت ما فيش إحساس ولا شوية من الأحمر بارد كده فكك بقى وتعال جوزك وحدة تانية بقولك يا أم أنا مش هتجاوز غير البنت دي انت فهمها وبعدين سهلة ومش هتنها كده على طول وفوق قعدت حنين جنب جدتها ورصت الأكل وبدأت تأكل جدتها وهي بتحمد ربنا وبتشكره في سرها وتاني يوم راح يتحنين للعنوان المكتوب في الكارني علشان تقابل الأستاذ نبيل علشان يشغلها ووصلت على المكان واستند قدام الشركة لحد ما خرج نبيل جريت عليه وأول ما شفته أستاذ نبيل أنا حنين فكرني أيوا فكرك طبعا أنا بسببك ترقيت في شغلي وليلي انت حبت تشتغلي إيه أي حاجة أنا مش هاطرت الحمد لله على كل شيء تمام أنا زوجتي فتحة محلمة لابس كبير جدا أنا هبعتك تشتغلي فيه إيه رأيي طبعا طبعا أنا موافقة تمام اتفضل ركبي هاخدك على المكان ركبت حنين العربية ووصلت للمكان اللي فيه المحل كان شارع كبير وراقي جدا ومليان محلات وقفها نزلت من العربية ومشيت وراء أستاذ نبيل دخلت وعرفها على زوجته وقبلتها وقبلت تشغلها قامت نرمين زوجة نبيل تعرفها على شغل وازاي تتعمل مع الزباين وتحببهم في الشرع وبعد أسبوع شغل في المحل قدرت حنين تثبت نفسها في الشغل لأنها لطيفة فكان كل الزباين حبنها جدا لحتى أنها اكتسبت سقط مدام نرمين صاحبة المحل وفي يوم خلص الشفتة بتاعها هي وصارة صاحبتها البنت اللي بتشتغل معها في المحل وهم خارجين من المحل لحظة حنين وجود شابه وسيم جدا تقريبا عنده ستة وعشر سنة هدومه كانت مقطعة وحلته صعبة جدا بيعمل شي وبيبيعه أشفقت على حنين لأنه تقريبا في نفس الظروف حنين قالت صار شايف الشاب الغلبان اللي بيعمل الشاي ده أوايكو نعيزنا نشرب من عنده شي لي لأ يا بنتي بأنسي بلقى فيها ده كلها ونشرب من عنده ده ماله ده طب بصي كويس عليه كده حتلاحظي إنه شديد الوسامة بصي ينحي الوزاي ولنهما عسلي آه ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء هو بعدين يختي إحنا اللي اتنين حالتنا نفس حالته بالزبط ما معنش نقف قدام قفي من ده الحد تعالي تعالي نقرب الشاي بتاعه هو بصرحه مزقوي بس يخسره متبهدل وهدومه مقطعة وشعره منكوش بس جميل قوي إيه بقى اللي بيحصل ده انت وقعت في حبه من أول نظرة ولا إيه فوقي فوقي قبل ما تلاقي نفسك بتبع مع شاي في الشارع تبسكوتي بقى وتعالي نروح لعنده عايزة اسمع نبرت صوته لا ده انت وقعت شكلك كده يا بنتي فوقي نفسك ده انت أكدعها مليونير يعجبك ويتجاوزك سيبك من حياة الفقر اللي وراكي وراكي دي هونا مش عايزة ده أنا عاوزة العيون العسلي دي كفاية علي فقرة لعمرك تعالي قربوا من الشاب وقالت حنين ممكن كوب بيتين شاي لو سمح اه طبعا اتفضله وهو بينويل هالشاي عينهم جد فعين بعد ساعتها حصلت حنين توهن لهم اللي اتنين سورة قالت الشاي هيعم من ايدك اصح خد شربي هاتي يا اختي حسابك كم لو سمحت خمسة جنيه اتفضل شكرا فضلت حنين وقفة سورة قالت ايه مش يلا ولا هنبت هنا ها يلا لا استني شوية لو سمحت حضرتك هتبقى هنا كل يوم ادعيلي اصلك قافلة قدامك ده حاطتني في دماغه وعايزني امشي من هنا قالي يعني سخاني الشاي وشوية كوب بيت دي قطعنا عليه الناس ما عندهاش ضمير الرزق ده بتعرف بنا انت متقلقش وما تمشيش من هنا تمام انا شغالة في محل الملابس اللي هناك ده ولو واحدك تأي حاجة انا موجودة تمام ما تقلقش انا معك انت مش لوحدك شكرا يا انسة حنين اسمه حنين وانت اسمك ايه عشت الاسمية انسة حنين تسلم انت اسمك ايه معرف شوه الله مليش اسمه معين بس تقدر يتناديني مانو انا كل الناس بتقولي يا مانو تمام يا مانو بعد اذنك لازم نمشي دلوقتي يلا حنين ستني بس شوي يا سارة يلا يا بنتي احنا مش هنبت هنا لسه مسألتهش عن حاجة سارة شدت حنين غزبن عنها من ايدها هو ماشي حنين قالت مع السلامة يا مانو هبقى اشرب الشاي بكرة وكل يوم من عندك البنتي المزة دي عاجبها الشاي بتاعي ولا نالا عجبتها برضو محن البنات حتى بالهدم المقطع والتاني يوم في المحل سورة قالت مالك كل شوي بتبص لسه علي مستني يا معد الخروج ليه علشان اشرب الشاي كنت حسة انت غريبة اواء على فكرة الودمة بهدل خلص وهتموت عليه ام لو كان لابس لبس شيك كنت عملت ايه ما كنتش هعبره اصلا هو عجبني كده وعلى قد حاله زي حالتي كده بالزبط طب يا اختي شوفي الزبونة اللي هناك دي ده لسه سعالة معد الخروج لسه لسه ساعة حاضر هروح لها وبعد ساعة جامعة دي الخروج بقولك ايه انا مش هشرب شي تاني انا مروحة مع السلامة انا هشرب انا اشرب يا اختي بكرة تشرب مقلب كبير لا مش هيحصل ربنا بيقول خدهم فقراء يغنيكم الله ولا ايه وبعدين الوضع مرقوي هو بسمت بهدل شوية انتي ملاك مبقاش في بنات بتفكر زيك دلوقتي طب هسيبك انا تعيش اللحظة مع حب حياتك اللي انتي لسه شايفة مبارع انا هروح بقى باي باي يا سارة روحت سارة ومشيت وحنين قاعدة جنب الشاب وفضلت تتأمل على شكله وهو بيعمل الشاي الشاب ما كانش مرتاح وهي قاعدة جنبه في حاجة حضرتك هاوزة شي او يا ريت تفضلي شكرا لا عفو شربت الشاي ودفعت ثمنه ولسه قاعدة نفس القاعدة في حاجة انتي نوية تقضيته لليوم هنا ولا ايه بصراحة او لا انا بقولت تفضلتك لا على الله علشان اشوف شغلي تمت الشغل هو انا مسك ايدك لا ما توديش جنبي امي وانت مالك هو انا اعضف بيتك انا اعضف الشارع والشارع ملك الشعب كله مش لك لوحدك يعني انت مش نوية تمشي لا مش نوية استغفر الله يعني ايه اللي عجبك في الاعدة دي مثلا انت انا ازاي يعني مش فاهم اقصد يعني ان انت اللي عجبني ام الله يسهلك الحال مش نقصة طريقة لا والله مش بالطريقة انت فعلا زي الامر حتى وانا متبهدل حتى وانت متبهدل انت كمان زي الامر بس معقول واحدة زيك امر كده تعجب بواحد زي كده بيبع شايف الشارع انا اصلا عيش في الشارع هو ما عنديش بيت ولا اي حاجة انت بقى هتبصي لي احنا اللي اتنين زي بعض انا هقولك انا بنتي يتيم اومي ليش حد غير تيتا واصلا عندها زهيمر ومش فاكرة بحاجة وانا نبقى لها ايه واقعدة في قده بسيطة جدا فوق السطوح وساعة مش بعرف اساسا ادفع الاقرل ستة صاحبة البيت ام امين انا حتى اللي استيدوبك ما بقى ليش اصبعين شغلة هنا يعني حالت اسوأ من حالتك بكتير بكتير جدا انا الحمدلله على كده شفت بقى بس انا الحمدلله رديه وبقول الحمدلله على كل شيء تمام اومي امشي بقى لشان انت معطلني على شغلي نعم هو فين شغلك ده هو في حد بيشرب الشاي بتاعك غيري اصلا ملخش فيه تفضلي انت مش عاوزك تعادي معي ايه هو ايه التنكل عندك دي انت محسسني انك تم كروزياني مع اني فيك شبه منه ياني بس برضو انت مش هو بس انت جامد برضو بس برضو مش معنى انك وسيم حبتين تتنك علي كده يا ستي خد غزالك لي يا وقومي انا عايز اشوف شغلك كويس حضرتك انا مش فاضي لمراحقتك دي انا مراحقة ماشي انا ماشي بس اعمل حسابك انهباد عنك وهفضل ورق برضو بيت انت شكلك حرامية ده انت اللي حرامي مش انا ليه بقى سرقتي منك ايه سرقتي مني قلب وعلي وتفكيري ها والله بيت انا فهمك انت طمعنا فيه طمعنا في ايه عني فيك ايوه علشان انا عندي سخان شاي وكبيان هموت مدحك طمعنا في ايه في شوية الحاج الدول اقول لك انا همشي احسن بس ما وعدكش انهاباد عنك اصلا طمعنا فرصتك السامينة دي باي باي مليونير قلبي هم والله مع حق روحت حنين البيت وهي مبسوطة جدا وبتفكر في مانو ايه الشاب المدبهد الفقير جهزت الاكل وقالت يلا يا نوجة علشان ااكلك انت مين مش مهم يا نوجة مش مهم انا مين تعال ااكلك الاول لا لما عرف انت مين انا حنين يا نوجة حنين حنين اللي انت بتحبيها وبتصق فيها جدا اه انا بحبك انت طيبة و بتأكليني بس انت برضو وحشة علشان بتسيبهني من الصبح لحد المغرب الوحدي انا اسفة بس انت عرفة انه لم بشتغل علشان اجيب اكلتك ليه وبعد انت شطورة وبتفضل اقعدة قدام التلفزيون صح ما هو انت بتقفل علي الباب من برا وانا ببقى عايزة اخرج ما هو انت لو خرقتي مش هترجعي تاني لانك هتوهي ومش هتفتكريني ولا هتفتكرين مكان البيت يبقى كده اأمن يلا بقى تعال اكلك وثاني يوم بعد ما خلصت شغل طلعت حنين وشافت مارو افتكرت كلامي من برا ودحكت وراحت له مساء العسل مساء الزفت الله اللي هرد النشف ده هو نعملت حاجة لانك هتعطلين عن شغلي انا مش فهمة شغلي اي ده انت محسسني انك دكتور او مهندس طيب انا غلطة ان انا بكلمك ممكن تجيب كباية شاي اشربها علشان همشي هتمشي على طول ايوه همشي على طول ماشي خدي هات شاربت كباية الشاي وحزبت وكانت هتمشي بس جيه الزابط وقال اللي انت بتعمل ايه هنا انت معك تصريح مش مع ايه باشا مش معك ليه طب هتبطقتك ده منزر واحد مع بطاقة هيشلها فين اصلا وبعد انت صريح ايه هو انا فتح مطعم ده حت تسخن شاي وشوائد كباية على طرابزة مع فينة لا ده انت سكر وبتعرف تهزر لمو الحاجة دي ورموها من هنا يلا بس يا باشا ده يعني اكل عيشي وانا بس ترزق من الحاجة دي ما اقولها تاخدها مني مش احسن ماخدك انت وهي يلا لمو الحاجة لا يا باشا خد الحاجة واسبه هو الله يخليه وانت مين انت كمان انت مالك انت ما تتدخلش لو سمحت اسكت انت دول هاياخدوه ممكن تدخل السجن خلهم ياخدوا الحاجة احسن واستعوض ربنا فيها ايوه بس ده اكل عيشي ما تقلقش ربنا هو الرزاق اديهم الحاجة خدها يا باشا خدوا الحاجة ومشيوا وطلع صاحب القفيل لقدام وقال المرة دي اخدوا حاقتك المرة الجاية هياخدوك انت يلا مشي ومشوفش والشاكينة قدام القفيل بتبع شي تاني هو انت اللي عملت كده روح يا شيخ منك لله ودي مين بقى دي كمان اختك معرفهاش ايه تصدق انك تستاهل المرة الجاية هبقى خلهم ياخدوه ما تيجي اخدك انت يا عسى شفت اغنى منك وهيموت علي وانت ولا انتهن انا مش عارفة ليه طب ايه مش خلصتي اتفضل يمشي بقى طب انت هتعمل ايه ملكش فيه انا هتصرف يلا مع السلامة مشيت حنين وروحت عالبيد وهي اللي سطل على السلم قبلت امين مسائل ورد يا ورد مسائل زف مسائل فل ايه ده انت ردت علي انا انا اكيد تقلت في الشرب قوي لا رديت اصلي واضح ان كنت بعمل فيك بيت رديلي ومن مين من واحد اصلا مش لاقي ياكل صدقت سورة انا والشفار تم ممكن تواسع علشان اطلع لتيتا واسع هواسع حاضر علشان خطر العين دي شكرا والتاني يوم طلعت حنين وهي مستعجلة من المحل علشان تشوف مانو وفرحك جدا لما لقت انه رجع الحاجة وبيبقى شاي عادي زي كل يوم جريت عليه وفرح قالت مانو انت رجعت الحمد لله الحمد لله انك رجعت واضح انك مبسطة اكتر مني جدا انا مش متخيلة يومي بيعدي زيه من غير كوب بيت الشاي بتاعتي بقت مزجة عندي ابتسم مانو الاول مرة لها وقال طب خدك ببيت الشاي دي بس اتخلصيها وتمسي فهمة طب عدت شوية صغيرين خمس دايق بس لا طب ديها واحدة بالله عليك طب ديها واحدة بس بقول لك ايه الراجل اللي اسمه عاطف صاحب القفيدة اتعرض لك تاني ولا حاجة ملكش فيه ماشي انا بس كنت بقول تاخد بالك منه لانه راجل مش محترم مش عايز اعرف حاجة اسكتي هسكت بس انا يا انا عايزك تاخد بالك اصل سمعت من زبون في المحل انه بيتجر في الممنوعات وعمل القفيدة تمويل بس الحمانو بنجزب لك كلام حانين قالت خلص خلص هسكت انا اصلا خلصت كبية الشاي اتفضل الحساب انا همشي لا استني ما تمشيش مستعجلة ليه تعرفي انا عزمك على كبية الشاي من عندي بجد اه طبعا بجد حتى اخدها اخدت الكبية فرح منه قالت شكرا واخيرا انت كنت بتقول ايه ما لبقى عاطف صحب القفيدة سمعت من زبون في المحل بالقدر وهو بيقول بيقول ايه بيقول ان عاطف بيتجر في الممنوعات وان القفيدة تمويه تمويه ازاي تمويه يعني ممكن يكون حاطة الممنوعات في البدروم اللي تحت القفيد مش عارف بدروم هو قصم في بدروم تحت في القفيد تقفيد في الدور الارضي معرف شو والله انا بقى بس يعني دراج المشتمام يا انا اكيد ممكن يكون بيخبي الحاجات دي مع السقر مثلا شكرا على قفيد الشاي امشي جاريت والله صدق انك مشتمام انا ماشي حنين ايوة نعم شكرا على ايه شكرا وخلاص لا اعزة اعرف هلشان هتمشي ماشيت حنين وهي متأصبة من مانو لما مانو الحاجة بتاعته وبعد كده ماشي وبالليل في مدرية الامن قسمه مقفحة المخدرات كان قاعد اللي واشري في رمضان في المكتب دخل علي زابطه وقال تمام يا فندم الرائد احمد سعد هنا وعايز يقابل حضرتك يا فندم خلي يدخل بسرعة دخل احمد الشاب الوسيم اللي عمل نفسه بتاعشي على الرصيف ومسمي نفسه مانو احمد قال السلام عليكم ازاي حضرتك يا سيادة اللوة وعليكم السلام ازايك يا احمد الحمد لله يا فندم ها اخبار المهمة ايه المهمة مش يا حسب الخطة يا فندم وكله تمام انا عملت ملف كامل وعن كل حاجة بتحسن من خلال مرأبة العاطف الشامي وكل حاجة موجودة في الملف اللي قدام حضرتك ده تمام يا احمد انا كل ثقة فيك وخصوصا بعد اسرارك على متابعة المهمة بنفسك وتنكرك بدل المخبرين بصراحة يا فندم انا عملت كده بسبب اللي تسقط في الناس معظم المخبرين بيقبضوا رشوة وكان لازم اعمل مهمة بنفسي علشان اتأكد من نجاحها برافا عليك ام خلينا نوعد في غرفة اللي اجتماعات مع زميلك علشان اشوف كاميرات المرأبة تمام يا فندم ادخلوا قوضة اللي اجتماعات وشغلوا الكاميرات وابتدأ احمد يشرح كل حاجة للزباط زميله واللوى شريف احمد قال زي ما حضرتكم شايفين ده القفية ومن خلال مرأبتي اكتشفت ان في عربيا محملة سكر دايما بتيجي فيه معين في الاسبوع بس الغريب انها بتنزل السكر عادي قدامك كل الموجودين تقصد ان ممكن المخدرات تكون جوا اكياس السكر ايوة يا فندم ده اكيد خصوصا ان اكتشفت ان في بضرم خفي تحت في القفية معنى كده ان الممنوعات بتيجي وتتخزن بعد كده وتتوزع من غير محد ياخد باله خصوصا ان هم فاكرين علشان بيعملوا الموضوع ده قدام الناس عادي واحنا كشرطة مش هناخد بالنا وده بالزبط اللي احنا فهمناه لهم تمام اعرض لنا الجانب التاني من الشارع علشان ندرسه كويس تمام يا خالد ده الجانب التاني من الشارع وده المكان اللي انا بقعد فيه كشب عادي وبعمل الشاي انا و وسرح احمد لما شاف حنينو هي قعدة جنبه الزابط نادر قال سكت لي يا احمد كمل اه طبعا يا فنم هكمل زي ما انتو شايفين بالزبط كده ده الشارع السنائي فيه هنا محل ملابس اللي ست اسمها نرمين وجنب منه عمارة سكنية انا بقى اقعد قدام العمارة دي ايوه انا لاحظت حاجة في الفيديوهات دي ايه هي فيه بنت دايما قعدة جنب منك ونظرتها ليك مش مريحاني من البنت دي دي بنت بتشغل في محل الملابس اللي في نفس المكان اللي نبعد فيه بس اخد بالك زي ما تكون هي كمان بترقبك لما تقلقش دي بنت عدية جدا مش خطر ولا حاجة ده غير كده انها ساعدتنا في المهمة من غير ما تاخد بالها ازاي سماء الزبون من المحل اللي بيشتري اللبس اللي هي بتشتغل فيه وهم بيتكلموا عن عاطف الشامي ولما تحرت عنهم لقيتهم من عمال القفى بتاع عاطف يعني اللي لما معلومات البنت دي ما كنتش اخد بالي ان في امبادرهم مختفي تحت الكفية وبكده هي وصلتنا لطرف الخيط اللي كان ناقص في المهمة تمام واضح ان تأثيرك على البنات قوي جدا حتى لو كنت منبهدي لحضرة الزبط احمد اظن مش وقت الكلام ده ولا ايه تمام اعتقد ان احنا كده بقنا عارفين مع دستلم الشحن الجاية كل واحد يجهز نفسك وانت يا احمد زي ما انت في مكانك متنكر في بتاع الشاي واخد بالك اكتر الاسبوع ده تمام تمام يا فندم انتهى الاجتماع وهم خارجين من قضة الاجتماعات الزبط نادر قال بقولك يا احمد ممكن بعد انتهاء المهمة ده على خير ان شاء الله تبقى تهرفنا على البنت اللي في فيديوهات الكاميرا دي اصلها دخلت دماغي قوي البنت زي الامر يا اخي انت زي قادر تقاوم كل الجمال ده لان في مهمة حضرة الزبط ومش فائل للحب والكلام ده وبعدين البنت دي بريئة وبسيطة جدا وقلبها نقي اعجبت بشاب بسيط زيها رغم انه مبهدل ولابس مقطع ولبسه مش تمام وعرف انه ما عنده سكن بس رغم كده حبيته بجد تعرف ساعد ببقى نفسه اقولها خليك نتكلم سوا اكتر بس ما ينفعش علشان ببقى مركز في المرأبة اللي عطف الشامي وبضطر مشيها وقسة عليها بس عمل ايه مش بايدي تمام انت قلت مش فاضل للحب والكلام ده وانك في مهمة كلامك الاخير بيدل انك مركز او معها رغم المهمة واضح انك واعطي فيها يا حضرة الزابط احمد انا ماشي علشان لسا هاجتمع بالقوات بعد اذنك اتفضل هو هو معقولة كون حبتها رغم كل اللي انا في ده لا لا هو نفاضي المهمة اصنوغد كل اهتماماتي وتفكيري بس لا اما بقى فقوضة الاجتماعات وسرح فيها وفما لمحها اللي شبه الامر ولما شفت سورتها اكيد بقى وقعت في حبها عموما مع الوقت اكتشف ده وثاني يوم بعد ما خلصت حنينا الشغل خرجت ازايك يا مانو هعمل ايه بقولك ايه انا مش عايز اشوف وشك ولا اتكلم معك خلص الاسبوع ده انت فهمه لو سمحتس بنا شوف شغلي بقى هو انا عملت ايه معك علشان تضايق مني اوي كده وبعدين بالله عليك ما تتكش على كلمة شغلي دي انت مبارح كنت كويس اوي معي حتى انك ادتني شي ببلاش بقولك ايه اباد عني هو انت عندك انفصن في الشخصية انت كنت بتتكلم معي كويس مبارح ايه اللي حصل اه انا فهمت انت عملياني علشان انت فقير صح تابو ايه يعني مانا كمان فقيرة زيك بس بحبك بحبك ومش فارق معي زرفك خالص انا بحبك بجد احمد ابتسم وبعدين قص شرفك او قال لو سمحت يمشي برضو ماشي براحتك شكل المشكلة فيه انا مش في ظروفك انا اسفل وازعقتك بعد اذنك ومشيت قبل ما دمعها تنزل قدامه احمد كان مبسوط جدا بعترفها لي بس ما قدرش يكشف لها عن حياته الا بعد من مهمة انتهي علشان يفضل مهتم بمهمته وبس وكمان علشان ممكن يكون بيعرض حياتها للخطر ولانه مش ضامن رد فعلها لو عرفت انه ظابط مش بتاع شاي والتاني يوم في المحل قرب مع وعد الخروج صورة قالت ايه يا قلبي ما سألتش عن الساعة زي كل يوم ليه مش مستعقل على كوباية الشاي اللي بتروأ مزاجك لا مش عايزة اشوف الانسان الغبيده تاني ليه بس انا مش عاجبه ودايما بيحاول يبايدن عنه مش فهم ليه مع ان اعترفت له اني بحبه ومش فريق اللي ظروفه خالص بس برضو ما فيش فايدة يا بنتي انت اللي هبلا ده منظر واحد طعاف حبه لا عنده بيت ولا عيلة ولا حاجة اصلا ده حتى شكله مش بيستحمى نفس اللبس المقطع بتاعه مش بيغيره خالص تتجاوزي ازاي بقى صدقي كل ده ما كانش فارق معي انا بس حبيته مش عارف ليه بس حبيته حبيته بقى افهمي ده هو بعدي انا كمان نفس ظروفه ساكنة في حطة قوضة ما عفنا في فوق السطح ويوم اجيب اكل ويومين لا هو ماشي وبقول الحمد لله انت طيبة او يا حنين وردية جدا بحياتك واكيد ربنا مش هيسيبك وهيعوضك بالشخص اللي بيحبك ويعيشك ملكة حتى لو مش حلته حاجة حبيبتي يا سارة شكرا تعالي نشوف الزبان اللي هناك دي تعالي وبعد شوية وقت خلصوا الشغل وخرجت حنين هي وصارة بصت حنين على احمد سارة قالت يلا ولا ايه لا يلا انا مش هقل من نفسي مع واحد زي ده مش يوحنين وصارة من جنب احمد من غير ما تدي له اي انتباه لحظ احمد تجاهل حنين واخذ نفس عمقل الدن والف نفسه اسف بس كان لازم اعمل كده يعز علي اني ما كلمكيش بس المهمة لنا جي عشانها اهم مني انا بس وعدك لما خلص هخليك اهم حد في حياتي عدت الايام وجيه اليوم اللي فيه تسليم الشحنة وتأكد احمد بان عربية السكر جات نزلت الحاجة البدروم بلغ احمد القوات علشان تجهز علشان يقطع حمول مكان بالليل وفعلا اقتحمت الشرطة المكان ولقت الممنوعات موجودة وطم الابضع لكل الموجودين واولهم عاطف الشامي وهم اخدين عاطف على البوكس احمد قال واخيرا وقع انت مش انت الواد بتاع الشاي اه انا ايه رأيك عجبتك صح ها وانا بقول لي الحكومة رفضت تاخدك ورجعت لك حاجتك تانية حضرة الزبط بالصبت كده خدوه مبروك يا حضرة الزبط احمد على نجاح المهمة الله يبارك فيك يا زبط خالد مبروك نجاح المهمة يا احمد الله يبارك فيك يا نادر وشكرا ومبروك لنا كلنا شحنة الممنعة دي كانت كديرة جدا مش مدخيل الضرر اللي كانوا هيعملوا في الشباب بس الحمد لله ربنا وفقنا نمنع ده معك حق بقولك ايه هتعمل ايه في البنت اللي اسمعها حنين انت شايف ده وقته وبعدنا بقى فقر يلا خلينا نطلع على المدرية ورانا اللي لطول هناك يلا وتاني يوم الشارع كان تقريبا شبه مقفول من الناس اللي كانت وقفة جات حنين وقفت وشافت سارة وراحت عندها حنين قالت سارة هو في ايه اسكوتي مش الحكومة جات امبارح بالليل واخدت كل الناس اللي كانوا في القفة ليه طلعوا طجر مخدرات زي ما انت شايفة كده القفة تشمع بالشمع الاحمر لا او كمان مادم نرمين افلت المحل وقالت ما في الشغل لمدة يومين لحد ما لأجوة تهدى هنا شوية كده تمام قالت كده امتى بعطت لنا على الوطس بس انت على شمع معك شفون طلبت مني اجي استنكي هنا واقولك تمام شكرا لك يا سارة بس تعرفي انا كنت عارفة بالموضوع ده قبل كده موضوع ايه موضوع المخدرات انا سمعت اتنين وهم بيتكلموا عن الموضوع ده هنا في المحل بالقدر وانا بنقولهم الملابس ينهار بيد اسكتي انت ماشي اطبع انا هسكت بس تعرفي اللي اسمه عاطف ده يستهل كل اللي جار معاه علشان يبقى يعتر التاني المانو هو كده مانو يقدر يعود برحته من غير محد يضيقه انت لسه بتفقري في الولد ده ما تكفي نفسك منه بقى مش عارفة يا سارة مش عارفة اطلعه من تفكيري حتى لو عارفة اطلعه من تفكيري بس مش عارفة اطلعه من قلبي صعب قوي انت غبية قوي انت بتتكلمي علي هو كأنه بطل سلمائي وهو بتاع شي ايو بتاع شي بس قدري يحببني فيه لدرجة العش اما البطل السلمائي اللي انت بتتكلمي علي ده هو لا يفرق معي اصلا انا كل الشباب كانت هتذهبل علي زي طارق ابن عمي ولا امين ابن ساحب العمارة ده حتى بقيت الشباب محدش فيهم شغلني غير بتاع الشي لما نهي الجنن ولا ايه ولا مديني اي اهتمام صحيح الحب اعمل زي ما بيقوله طب يلا نروح ما في الشغل لا انا هستنى اطمن على مانو الاول طب برحتك يا بتاعت مانو يا بتاع الشي انا همشانة بقى باي باي ايه استنت حنين كتير في المكان اللي بيعد في احمد بس مجاش كانت خايفة علي جدا وفضلت مستنيها بس برضو مجاش روحت حنين وهي مهمومة وحزينة وفي القوضة ملك انت حزينة ليه بصي انا معرف كيش بس انا بزعل وبحزننا كمان لما بتكوني زعلانة ممكن ما تزعليش انا مزعلانة انا قل انا بس لا حد غلا عندي شوية بس يا تيدة ما تقلقش هيبقى ليكي هو مين الخير الخير كله هيبقى ليكي هي ربي يا نوجة هي رب والتاني يوم ما كانش فيش في المحل بس حنين قررت انها تنزل علشان تشوف احمد وفعلا وصلت على المكان وفضلت مستنية كتير بس برضو مجاش سألت اكتر من شخص لحد ما في واحد قال لها ان ممكن تكون الشرطة اخدته هو كمان ايه ممكن تكون فعلا الشرطة اخدته لانها لازم اروح الاسم واسأل هناك عليه مشيت حنين وراحت على الاسم ووصلت ودخلت تسأل علي امين الشرطة اللي موجود لو سمحت ممكن اسألك سؤال لما جيتوا اخدتوا الناس بتعلق فيه ما اخدتوش معهم شابة ابيض واسيم كده باينة عسلية وشاربونه طويل ولبس جلبية رماضي هو بيعمل شي على الرصيف لا بتايق لي مفيش حد بالمواصفات دي جيبنا هنا مبيرة سقط امين الشرطة وهو بيفكر ان ده نفسه مواصفات الزبط اللي كان موجود هناك حتى انه كان بنفس اللبس والشكل اللي وصفته بقولك ايه استنى هنا انا ارجعلك حاضر هستنى استنى تحنين وهو دخل للزابط اللي موجود في القسم وهو نادر صاحب احمد وكان مع اسناء المهمة دخل امين الشرطة وقال تمام يا فندم فحاجة امين حامد ايوة يا فندم في بنت بره بتسأل عن شخص هو المواصفات اللي قالتها وبتشبه نفسه مواصفات الزبط اللي كان موجود هناك اول امبرح في المهمة البنت دي شكلها عامل ازاي هي بنت صغيرة هو مش كبيرة وزي الامر يا فندم جملها رباني وحاجة كده جميلة جدا يعني اه تبدأ خالها لي تمام يا فندم طلع حامد وقال لها تعالي حضرة الزبط نادر عايزك هو اللي ممكن يساعدك بجد ربنا يخليك ربنا يخليك يا امين انت اسمك ايه انا الامين حامد اتفضلي شكرا يا امين حامد ربنا يساعدك يا رب دخلت حنين مكتب الزبط نادر ده انت صاروخ في الحقيقة اكتر من الفيديوهات حضرتك قلت حاجة يا باشا لا انت جاي ليه جاي اسأل عن شاب كان بيباع شي وقلت ايجا شوفه لو انت اخدته بس والله يا باشا هو انسان بسيط جدا وملوش في اي حاجة هو انت تعرفي ايوه عرفه انا قنت بشرب شي من عنده على طول وبعدين يعني سماهم على وجههم وده كان بين عليه انه انسان محترم وطيب اعودي يا حنين شكرا بس انت حضرتك تعرف اسمي مني يا باشا دلوقتي تعرفي اعودي انا هطلب حاجة تشربها اعودي ما تخفيش طلعنا اقدر من مكتب وبعت لها الامين حامد بعصير وهو اتصل باحمد وقال ايوه حضرت الرأي ايوه اي ندربي في ايه مش خلصنا المهمة انت فين انا في المدرية كنت مع حضرت اللي هو شريف بمضي ورق اجس دي في حاجة بقولك ايه حنين هنا وبتسأل عليك البنت خايف عليك جدا وفاكرة اننا جبناك الاسم مع المجرمين البنت شكلها بتحبك قوي دي بتترعش من الرحوف عليك تمام افل انا جاي حلن دلوقتي ممكن ما تدخل لهاش وانا هاجي ادخل لهنا وافاهما كل حاجة تمام كانت قاعدة حنين في المكتب ومش عارفة حاجة خلص ليه الزابط من ساعة مخرج مجيش لحد دلوقتي فضلت قاعدة تستنى فيه وبعد وقت واخيرا سمعت صوت فتح الباب قامت وقفت على شنطة طمن دخل احمد وهو بلبس الشرطة وكان كله يبقى وقال ازيك يا حنين عملا ايه سمعت حنين نبرد صوته وبصت لعيونه اللي ممكن تعرفهم من وسط عيون مليون شاب قالت مانو ده انت لا لا انا انا مش فهم حاجة فين مانو انت مين هو انت ايوة انت انت مانو انا عارفاك حس بيك بس انت مش مش هو بتاع الشاي هو مبادل انت ظابط انت زي انا بس حس بيك ايه دي حنين اعودي ممكن تعودي وانا فهمك كل حاجة عادت حنين وقال حنين انا اسمي مش مانو انا اسمي الرائد احمد سعد انا ضابط في مقفحة المخدرات وكنت في مهمة رسمية بقد وقبيه واتجاه وطني انا اسف طبعا بس انت دلوقتي اكيد فهم ليه ما كنتش بتكلم معك وكنت ببعدك عني وقولك عندي شغل هو ده الشغل اللي كنت بعمله انا اسفة جدا ما كنتش عارف انا اسفة كمان مرة تمام انا كده اطمنت عليك اصدقى حضرة الزويد احمد باشا انا همشي ممكن حنين لو احتجت حاجة انا موجود حضر عايزة امشي من هنا ممكن اكيد طبعا انا كمان همشي من هنا تعال اوصلك في سكتي لا شكرا انا همشي الوحدي فتح احمد الباب وهي قرجت بسرعة منه وطلعت على الاس وفدلت تجري لحد ما عادت على كرسي استراحة على الطريق فدلت تعييت وتقول لنفسها زابط زابط لا زابط وانا اقول لي مش معبرني ولا مهتم بي علشان هو فين هو انا فين هو باشا وانا تحت بنتي يتيمة عايشة مع جدتها اللي مش فكرها فوق ده ما عفنا فوق السطح اللي بيحصل كده انا قلبي وجعني من كتر الصدمات اللي في حياتي انا تعبت تعبت اوي من امتى هرتح بقى امتى انا عملت زنبقية يا ربي علشان نتعقف في الدنيا كده عملت ايه وانا مش واغدبالي روحت حنين ولما شافت جدتها اترمت في حضنها وفضلت تعييت جامد وحضنتها وقالت اول مرة حس ان الزهو يمر اللي عندك نعمة يتيت هي باختيك بي على الال انت مش هتفتكر الحاجة اللي وجعك من الدنيا مش هتفتكر موت ابنك الصغير ولا معاملة ابنك الكبير السيء اليك مش هتفتكر بكل ده اول مرة حس نيتي ما بجد هو محتاج اهل جنبي اول مرة حس اننا وحشة علشان ربنا بيعقبني بكل ده انا وحشة يا تيتا انا فتكرتك انت حنين حنين حبيبتي بس انت بتايتي كده ليه وانا كمان هايطة علشانك بس ما تحزنيش مفيش حاجة في الدنيا تستاهل نحزن علشانها انت حياتي كلها مع اني مش فكرك والله بس انا فكرة كويس اني بحبك بحبك اكتر من اي حاجة تانية وبخف عليك اكتر من اي حاجة تانية انت بتقولي ان ربنا بيعقبك لا والله ده بيحبك بيحبك قوي البلاء اللي انت فيه ده بيبقى اختبار اختبار لقوة ايمانك في الدنيا وربنا بيبتيلي لعبته على حسب قوة ايمانه وانت ايمانك قوي قوي ازبري ازبري بكرة تفرق ده الصبر مفتاح الفرق اما في الاسم النادر قال هي مش يطبصوا عليه ايه ما عجبهاش انك زابط تعرف البنت دي بتحبك قوي حبها لك صادق ونقية جدا لانها حبتك وهي ما تعرفش انت مين ولا من مين هي باختك يا عم ياريتني كنت تنقرت مكانك مع ان ما بينت لهاش اي مشاعر بس حبتني ازاي مش عارف طب ايه انت قلت لها حاجة جوة يعني بينت مشاعرك لها لا انا حاسس ان بواسط الدنيا عملتها حادي جدا وبينت لها انه ضابط وهي ولا حاجة لما قلت لها لو احتجت حاجة كلميني بس انا ما كانش قصدي هي كمان حست انها مش مرتاحة وعيزة تمشي بسرعة مدتنيش فرصة اصحح كلامي احمد انت بتحبها ولا لا انت نفسك مش فاهم حياة مشاعرك البنت بتحبك قوي هناك من بحبها من اول نظرة لما ينيجي تفعنيها بس تحسيت انه عاجز ومش عارف اقولها طب خلك معي لما تفكر في شخص الليل والنهار لما تشوفه قلبك بينبض نبض سريع كأنه هيقف لما تسمع اسمه في الكلام او تشوفه في مكان بتبتسم لما تبقى حاسس انه صعب عليك يعدي يوم من غير ما تشوفه لما تنم احلامك كلها هو البطل بتاعها يبقى دقيه لما تمدم على مضيك انه مش فيها ولما يكون هو الحاضر والمستقبل ولما تحس نفسك من غيره انت ولا حاجة وهو مصدر ساعدك يبقى اي ده يبقى كده حب انت تنايلت وقعت في الحب يا حضرة الضابط حضرتك عشقتي يا باشا عشقان بس انا مش عارفة بيين حبي اعمل ايه بسيطة بيينه وفرصة انك فقزل مدة اسبوع تمام هحاول انا همشي مع السلامة والتاني يوم راح يتحنين على الشغل وكانت بتلبس حنين الملابس على المانيكان صار قلت هامل ايه عشقات بتاعة الشاي بتاع شاي يا ريل اسكوتي مش انا اللي معدتش منسبة لي ازاي ده هو بيتنك عليك ولا ايه امه اللي مش بتاع شاي ولا الجلبي المعفن اللي هو بيلبسه ده كان عامل ايه تب اسكوتي اسكوتي لو سمعك هتدخل لسجن النساء مش هتخرج منه تاني هو بعض من حقه يتنك مو الزابط بقى هو مين اللي زابط مانو زابط واسمه احمد سعد كان متنكر لانه كان في مهمة رسمية المهمة اللي تم القبض فيها على عطف ورقلته شفتي بقى الدنيا ينهر بيد زابط تلع زابط انا مصدومة بجد ولكن بين علي اصلا طب انت هتعمل ايه هعمل ايه يعني عادي انا هفضل احب بتاع الشاي اما الزابط ده انا معرفوش بس هو نفس الشخص عارفة يلا نكمل شغل هتي بقيت الهدوم لو سمحتي خلصت حنين شغل وروحت بس اتفجأت ان باب القوضة مفتوح وجدتها ماش جوة تيتا يا تيتا انت فين يا نوجة يا نوجة طلعت من القوضة زي المجنونة بتدور على جدتها خبتت على باب كل سكان العمارة علشان تسأل على جدتها نزلت الشارع وفضلت تسأل اي حد يقابلها عنها وقفت وهي بتقول لا لا يا تيتا ابو سئدك وقت سبيني روحت فين انت مش فكرة حاجة ولا فكرة حد روحت فين ارجعي ارجعي لي طيب طب ادور عليك فين دلوقتي همي هم حسن ما قلت كن روحت عنده مشيت وبعد شوية وصلت عند عمها بس كان هناك طارق ابن عمها عم حسن يا عم حسن من اللي بيسألها لبابا نعم مين حنين طارق انت من امتى جيت هنا ليه انا جيت هنا الصبح عادي في حاجة تيتا تيتا مش لقيها وانت عرف تيتا عندها زهايمر يعني صعب جدا طارق ترجع البيت لوحدها طب هدي هدي تعال اندور عليها سوا انا وانت الوحد هنا طب سب ايدي لو سمحت انا قسف يلا بينا يلا وفضلوا طارق وحنين يدوروا على جدتهم بس وملقوهاش اخد طارق حنين مع البيت سالي مرة طارق قالت كنت فين لحد دلوقتي يا طارق انا اتصلت عليك كتير ما كنتش بترد ليه ملك سكت ليه ما ترد على مراتك تعالي يا حنين دخلت حنين ايه اللي جاب البيت دي هنا واقوني اتجاوزتها علي انا كنت عارفة انك لسه بتحبها انا حسيت بحبك لها هي جامعة اهدو بقى ما فيش حاجة من اللي في دماغكو دي انا وحنين قلنا بندور على تيتا مالها امي مش عارفة مش عارفة راحت فين ازاي يعني مش عارفة راحت فين وانت كنت فين طب وانت اللي كنت فين انت عارف ظروفي وظروفها كنت انت فين وهي بتشتغل خدمة في البيوت علشان تصرف علي وعلى تربيتي بعد ما حضرتك نهبت كل حقوقي انت ايه كلمة الي يتيم عارف يعني ايه عارف دعقوب توقفي الاخرة جايت له مني بأي حق بتتكلم معي وانت حرمي سرقت ورشة ابويا وسرقت شايته وجوزت فيها ابنك ابنك ده اللي كان عايزي تجوزني ولا بنتك اللي كانت بتتنمر علي دايما علشان هي عندها كل حاجة وانا لا ومراتك الهم هنم العقل المدبر لكل ده هي اللي زرعت فيكم كل الخبس ده انا مش هسامحكم مش هسامحكم والله ما مسمحة طلعت حنين وثابت بتعمها وملقت شحل غير انها تروح الاسم ووصلت ودخلت علشان تقدم بلغ دخلت مكتب نادر مساء الخير يا باشا مساء الفل زيكي حنين في حاجة ولا ايه هايزة قدم بلغ تيتا اختفت ومش عارفة راح تفين هي ستي كبيرة وعندها زهايمر يعني هي مش هتعرف هي مين ابوس ايدك سعدوني ابوس رجلك تيتا لا حول ولا قوة إلا بالله طب عادي عادي حنين متى إليش أكيد هنلاقيها طالب نعدر ميا لحنين وقيت اشربي حنين اشربي قلت لك متى إليش ان شاء الله خير أنا بعت قوة دور عليها وكمان هعمل اتصالاتي علشان نشوف كل الكاميرات المرأبة يمكن توصلنا لها بجد شكرا لك يا رب يا رب ترجعي لي يا تيتا بالسلامة طب خليكي قعدة أنا جاي تاني طلع نادر واتصل بأحمد قال لأول معرفة جال اسمه حالان دخل أحمد المكتب وقال حنين بصت حنين لي وكان نفسها تجري تترامى في حدنه بصت مسكت في إي حنين تيتا تاهد ومش عارفة مكنها هي عندها زهايمر ومش عارفة عامل إيه ما تقلقش هنلاقيها ان شاء الله اتصل أحمد على جميع المناطق وكمان على اللي جانالة على الطريق وبلغهم وصفتها علشان لو حد تعرف عليها يقدر يجبها الاسم خلص مكالمة وقال حنين لازم تروحي الوقت تأخر ما ينفعش تستني هنا أنا خايفة روحها أود لوحدي من جير تيتا طب خلاص تعلي معي البتاندي إيه ما تقلقش ماما هناك وكمان أخت الصغيرة قمي قمي تعلي معي أنا مش هسيبك حتى لو قلتي لي امشي مش همشي أنا تعلمت منك الموضوع ده اتعلمت إن اللي بيحب حد ما يبقاش عايز يسيبه يلا وأنا وعدك بكرة الصبح جدتك هتكون في البيت بإذن الله هتعالى مش يتحنين معا وفتح لعبا بالعربية وقال اتفضلي ركبت حنين العربية وهو ركبه تحرك بالعربية بس في النص الطريق العربية عطلت منه لا مش معقول عربية عطلت تاني أنا أسف يا حنين حاول أتكلم مع حد يبعت لميكانيكي ما تكلمش حد هندك عدة هنا يا باشا مش فاهم بس آه يعني في عدة هتها يا باشا وطع لوريا افتح لكبوت العربية بسرعة نزلت هو إيه اللي بيحصل هنا العدة لو سمحت حضر طبعا فتح أحمد الشنطة بتاعت العربية وطلع منها العدة أهي تمام بس العطل مش هنا العطل في العربية تحت أنهنم تحت العربية واشوف معك كشف لا مش معي بس معي كشف الموبايل شغال تمام يعني تمام هاتو نزلت حنين تحت العربية وبقت بتطلب من أحمد المفكت والمفاتيح وهو يناولها وهو مش فاهم حاجة خلص بس هو مستسلم لها طلعت حنين من تحت العربية تمام اركب العربية ودورها كده ودوريت معاه ده بجد أنا لحد دلوقتي مش مستوعب انت صلحت العربية أيوة بس ده تصلح مؤقت لازم تعمل عمرة للعربية عايز شغلك تلسة من بكرة توديها ورشة تصلحها علشان ما تتعطلش منك تاني اللي بيحصل ده حقيه ولا جرافيك انت ازاي صلحت العربية انت بتعرفي في الميكانيكا ابا عرف طبقي رأيك تحكي لي بقى تسليني بقيته الطريق حاضر بابا كان ميكانيكي شاطر جدا وكان عنده ورشة كنت دايما معه هناك كنت بحبه شكله اللي مليان زيته شحم من العربيات كنت بقوله انها بقى زيه وهو كان بيبقى مبسوط جدا انه حبت تعلم صنعته وكان بيعلمني وانا كنت حب المهندي جدا وقررت ادخل هندسة وابقى مهندسة ميكانيكا بس بابا وما معملوا حدثة وماتهم اللي اتنين وكان عمري 13 سنة عمي اخد ورشة بابا وانا كبرت في البيت معهم بس لما كبرت بقى عندي 16 سنة ابن عمي طارق كان دايما بيبصلي بالنظرات مش كويسة لما كنت اقول للمرات عمي تدربني وتقوله انه راجل ويعمل اللي هو عاوزه ولما كنت اقول لعمي على مراته وابنه كان بيدربني لانه مش مصدقني ومصدقهم هم وده غير ان شاهد ابنت عمي كانت بيدغير مني جدا علشان انا كنت اشطر منها في الدراسة تطلح زده واخدتني ومشينا من البيت وتيتة تمرمتت كتير جدا علشاني جبت مجموعة 99% كنت اقدر ادخل طب او حقق حلمي وادخل هندسة بس لقيت ان ظروفي مش هتسمع لان تيتة كانت خلاص تيتة كبيرة ومش هتقدر على مصرف الجمعة دخلت معها تفني هندسة واخترت قسم الميكانيكا ودرستها علشان كده انا بعرف اسرحي العربيات كويس جدا ياه كل ده حصل معك بس تعرفي انت بنت قوية جدا وربنا بيحبك جدا علشان بيعيشك الظروف دي لان اكيد سبحانه شايل لك فرحة كبيرة وهيكذك بها على تحملك وصبرك الحمدلله لكل شي انا اسف واسف اويحنين على معاملة النشفة ليك بس والله انا كنت لازم بقى مركز اسناء مرائبتي وانت كنت بتعطليني بصراحة علشان كده كنت بقولك امشي انا بجد اسف لا يا باشا انا تفهمت الظروفة خلاص وانت كان معك حق انا لحظت انك ما اللي تقولي لي يا باشا يا باشا على فكرة انت معاك صلاحية تقولي اسم عادي ما ينفعش حضرتك زبط قد الدنيا ما ينفعش يعني لا ينفع طبعا انا اللي بقولك ينفع وقولي لي يا احمد عادي مش هينفع صدقني مش هعرف انت قدام اي حد اسمك عادي كده علشان مركزك برضه خلاص قولي لي يا باشا يا بيه يا حضرت الظبط بس قدام الناس بس لما نكون لها وحدنا قولي لي يا مانو او يا احمد او يا مودي اللي هيعجبك بس المهم ما يكونش فيه رسمية بيننا ماشي ماشي يا باشا يا اختي ايه انا بقول ايه من ساعتها لأ قولي لي يا احمد ماشي يا احمد بيه لأ بلش بيه يلا اه اه ها مستني اسمع اسمي حاضر يا احمد والله احلى اسم اسمعته في حياتي ايوة كده برافو وقفت ليه وصلنا خلاص اتفضلينزلي نزلت حنين وهواركنا العربية واخدها وطلع الشقة فتح الباب ودخلوا الشقة مامة احمد اللي اسمها فريدة احمد حبيبي جيت هلا فكرة نزعلنا علشان خروجك من الشقة بسرعة من غير ما تقولي في ايه لحظة فريدة وجود حنين وقلت اهلا مش تقولي انه معك ضيفة اهلا بيكي اتفضلي اهلا بحضرتك شكرا ليكي اتفضلي حنين عادي عاديت حنين وهو اخذ مامته على جم وقال لها ماما جاهزي اود الحنين تبت فيها وكمان اعمل اي لقمة كده نتعش سوا من البت دي وليه دمها عاملة كده ماما ده حنين اللي كنت بحكيلك عنها لما كنت في المهمة وكمان العربية عطلت وهي اللي صلحتها علشان كده هدمها توسخت من زيت العربية اه هي دي اه هي بس الاسف يا ماما جدتها تاهد هو مش عارف مكانها والمشكلة ان الستة كبيرة في السن وعندها زهيمر لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرجعها بالسلام ان شاء الله بس ما شاء الله البنت زي الامر سبحان الله جميلة اوي 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 هي مزة بصراحة طب اقول لك ايه اجهز لها قطي ولا قطة اختك كنزي ولا افتح قطة ضيوف لا اجهزي قطتنا نعم اي قطة يعني يا ماما بس كان نفسي لو قطي بس يلا ان شاء الله قريب بصراحة يا ريد حانين تنفق قطي ايوة يا ريد بس بالحلال يعني امك انا دخلة نورتي البيتي حانين نورتي والله البيت منور بالناس اللي فيه مامتك ستة جميلة اوي وطيبة وبين عليها انها جميلة جدا ماما دي سكر وعلى فكرة هي كمان شكلها حبتك طب وفين باباك بابا اللي يرحمه كان عميد بس استشهد في مهمة هو كان زابط حربي مش شرطة اللي يرحمه اللي يرحمه ويرحم اموتنا جميعا امين تعالي يا حبيبتي انا جاهز لك قدد الديوف لانها فاع حمام تعالي خد شوار وغيري هدومك ونهدي لك فستان من عندي امي الله مع ماما قامت حنين ودخلت وبعد شوية وقت على صفرة العشاء صحيح كنزي اخت احمد اللي عندها 13 سنة وقالت كويس انكم حطين العشاء انا جاعنا قوي اصبر شوية في ضيفة هنا لما تيجي ناكل كلنا مين دياني يا ماما صدقة ليه بس بتمر بمشكلة وانا بساعدها اه بتساعدها تقوم تجيبها البيت حلو طيب ايه هي تتأخر اصلا نجعنا احمد امهاتها يا حبيبي ممكن تكون محروجة ولا حاجة حاضر يا ماما ام احمد وخبط على الباب حنين من جوه ايوه حنين في حاجة ماما جهزت العشاء حاضر جاهو فتحت الباب وطلعت كانت لابسة فستان فريدة وهي صغيرة الفستان كان تصميم التسعينات وكلاسك بس كان جميل جدا وزايد من جملها اضعف واو ايه الامر ده ايه الجمل ده بيقدم ما شاء الله عليك فستان ماما لايق عليك جدا طب تعلي يلا يلا وصلوا للصفرة شفت يا ماما فستانك لايق عليها ازاي ما شاء الله جميلة جدا يا حبيبتي عادي ما تتكسفيش واعتبر البيت بيتك واحنا اهلك ازايك انا كينزي دلاتي البيت اهلا انا حنين اهلا يا حنين على فكرة الدرسة تحفى عليك بصراحة يعني اهلا من ماما بكتير بصراحة هيكل منها حتى كينزي عربت من احمد وقالت بسطوتي الفستان برضو ولا انت يا حضرة الزبط اصدق يا بيت اصدق ان انت اللي هتقولها بينيك بين عليك على فكرة تملك الجاوة وخليك في نفسك صحيح يا حنين يا بنتي احمد قال لي ان انت اللي صلحت العربية وانتوا جاين هو انت بتعرف تصلح عربيات تصليح العربيات هوايا بالنسبة لي انا بعرف فيها حبيبتي بس البنات هوايتها مختلفة جدا عنك دل انها مبيزة عن كل البنات يا زقرودة انت هوا من العشاء وقاموا وقعدوا في الانتري وطول الوقت احمد ما كانش قادر يشلعينه منها الحنين وكأنها سرقت منه تركيزه وانتباهه جات كنزي ومعها الكتب بتاعتها وقالت اف المسألة دي صعبة جدا ومش عارف حلها احمد ممكن تساعدني انا ماليش في الرياضة والله شوفي ماما 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 ايه بس تي احمد دي مش عارفة اربعة زي اربعة يسوي كام انا ممكنة صادق هاتي الكتاب كده بقولك عايزة حل قبر مش هصلى حاربية تم ممكن تيجي ونشوف هاتي بس الكتاب وتعلي كنزي قعدت جنبها وحن نبتدت في حل المسألة كلها وكمان شرحتها الكنزي احمد وفريدة كانوا منبهر بزكاها وطريقة شرحها الكنزي برافاليك انت شطر جدا في القبر والهندسة وكمان شرحك ليا كان مبسط وقدرت افهم هو انا ممكن اخذ رقمك علشان لو اغيهت مشكلة في الحل اكلمك تساعديني انا تحت امرك بس انا مش معي انبويل اصلا لا ليه هو في حد عيش لسه من غير فون انا مش معي بس حقيقي انت ممتزب جد على فكري كنزي حنين كانت جايبة مجموعة تسعة وتسعين ونص في الصف السالي السنوي او ماي جاد بجد تب دخلتي تبقى لهندسة دخلت معهد هندسة لان ظروفها كانت صعبة شوية خو سارة انت زكية جدا خلاص يا كنزي بقى يا حبيبتي يلا امي كم منهم زكرة جوا حنين حبيبتي لو حبت تدخلي ترتاحي ممكن تقومي تنامي في القوضة جاهزة قامت حنين ودخلت علشان تنام ام احمد قعد جنبه مامته وقال ماما كنت عايز اسألك عن حاجة موافقة طبعا موافقة على ايه على اللي انت كنت هتسأله كنت هتسألك على ايه كنت هتقول لي يا ماما ايه رأيك في حنين وكمان كنت هتقول بصراحة يا ماما حنين البنت الوحيدة اللي قدرت توقعني في حبها لانها البنت الوحيدة اللي حبتني من غير ما تعرفنا مين او شغل ايه مش ده سؤالك مش الا الله عليك يا ماما ده انت اقوم من جهزكش في الحقيقة وقلت كل حاجة بفكر فيها انا ام والام تقدر تفهم ابنها بيفكر في ايه بسهولة وبعدين اصلا حركتك فتحاك ده انت مشلتش عيونك من على البنت وبصراحة يعني البنت حلوة ما شاء الله وتخلى اي شاب يحبها غير كده البنت طيبة جدا ومحترمة ويتيمة يعني ربنا هي جزك خير لو عطفت عليها انا موافقة حبيبي بس احنا الناس بتفهم في الاصول لازم تفتحها في الموضوع الاول بس مش وقت دلوقتي جدتها وتستقر الاول وبعترف لهم مشاعرا بس احمد ايد مامته وقال تمام يا ماما ربنا يخلك ليه وما يحرم نش منك ولا من وجودك واعد ده اليوم على كده وتاني يوم السباح حنين قالت الصباح الخير ردوا كلهم صباح النور هي احمد بي هتكلمك في موضوع تيتا في الحقيقة انا كلمت نادر وهو قال انه لسه ما فيش جديد بس اول ما يكون فيه هيكلمني متى الي ايش ازاي بس ما قلقش وانا مش لاقي تيتا قال له اعلم حصل لها ايه طب انا همشي تمشي فين انت زهقتي مننا ولا ايه على فكرة احنا حبناك وحبنا وجودك وسطنا وانا والله حبكم جدا وحبيت القعدة وسطكم انا اصلا كنت نسيت احساسي الامان والليلة ده بس انتو اللي خلتوني ارجع حسي بي ولو صدلتا تشكل لكم طول العمر مش هيك فيني بس انا لازم ارجع للبيت يمكن الاقي جدتي رجعت او اي حد من الشارع عارف عنها حاجة خلص ماشي بس اخلي بالك على نفسك حاضر مادم فريدة هدومي ملقتهش علشان اغير حنين حبيبتي بسراحة انا خدتي هدومك علشان اخسلها بس للأسف البقع ما طلعتش منها فاعتبر الفستان بتاعي هدية مني لك ربنا يخليكي شكرا جدا هان اذنك استنى نهوصلك ما تتعبش نفسك تعبك راحة اتفضلي نزل احمد معها ووصلها الاول للشارع خلي بالك من نفسك حاضر مع السلامة حضرة الزوج مع السلامة يا بش مهندسة ابتسامت حنين ابتسامت حب الأحمد ومشيت وطلعت للقوضة قعدت في مكان جدتها وقالت يا ترى انت فين يا نوجة انت وحشيني قوي فضلت حنين تعيت لحد ما تعبت ونامت وبعد شوية صحيت على صوت بيقول لها ايه النوم ده كله ما تصحي بقى انا مستني من بدري انت انت بتعمل ايه هنا مستني حبيبتي تصحى من النوم حبك برس انت ايه ما عندكش احساس خلص تعرفي لو لاني بحبك كنت فكرتك يعني بتشتميني بس كل حاجة منك عسل بالنسبة لي وبعدين ضرب الحبيب زي اكل الزبيب انا عايزك تصحي كده علشان في كلام مهم لازم تعرفيه انت ملكش كلام معايا مش عايزة اسمع منك حاجة ما تحلى عني بقى برحتك بس انا كنت هكلمك عن جدتك دي من مبارح مصدعني وعايزة حنين عايزة حنين انت بتقول ايه انت تقارف مكان تيتا مصدع ما كده لي ايه دي انا مش حاببة اشوفك في الحالة دي اه تيتا عندي ومشرفاني والله امين انت حيوان انت خطفتها معقول الوقع حل انت فيها دي تخطف ستة كبيرة في السن انت اللي اكبرتنا على كده وعلشان اوصل لك هو اتجوزك انا ممكن اتخلص منها كمان اسمعي كلامي ده ولو عايزة ستك توفق على كتب الكتاب بتاعنا ولو اعترضتي هعتبر انك بتقولي نفس ولو نفس ستك هتروح لابك وامك وصدقيني انت هتترجيني كل يوم انه ارحمي لا ابو سئدك بلاش تئزي تيتا بلق عليك هيبقت وفقة على كتب الكتاب حاضر موافقة بس خلينا اتطمن على تيتا الاول ما تقلقش كده 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 كتب الكتاب هيبقى في نفس المكان اللي في ستك يلا تعلي قدامي نزلت حنين معا تفضل دخلي ادخل فين الشقة دي مش كانت مقفولة وبعدين انا عايزة روح لتيتا لا مانا فتحتها علشان اتجوزك فيها انا وانتي وبعدين ستك مستنياكي جوة ومعها المأزون تيتا جوة يعني انا بدور عليها طول الوقت برا وهي في الامارة ما خرجتش منها بطل الرغي ودخلي دخلت حنين واول ما شافت جدتها جريت عليها وقالت نجح نجح حبيبتي انا اسفة انتي كويسة كويسة يا قلمي خدز عليك ولا عمل لك حاجة مش فكرة بس اه الودة ما خلنيش اسمع المسلسل وكمان انت روحتي فين وسبتيني حبيبتي انا كنت بدور عليكي علشان نسمع المسلسل سوا ليه ما كفاء المسلسل لشغال ده ما تخلص قومي جاهز نفسك علشان الشخي يكتب الكتاب انا جبت لك فستان عروسة علشان ما تقوليش كان نفسي لبس الفستان الابيض وكمان التسريحة ملايانة مكياش يلا جهز بسرعة انت ولد قليل الادب على فكرة هو مين ده الله يسمحك يا ستي مقبولة منك علشان عين حنين انا هبقى جزحة فتك لأ ده مش حلو ما تتجوزش منه ده وحش اتجوزي حد تاني لأ ده وحش لأ ايه دي يا نوجة ايه دي مقدمش حل تاني انا مش مستعدة اخسرك انا هدخل جهز نفسي دخلت حنين القوضة ولبست الفستان الابيض وقعدت قدام التسريحة علشان تحط الميكوب بس ايديها تراشت من الخوف والزعل وقعت الحاجة من قدها عيطت وقالت اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه انا حتى ما قدمش فرصة اتواصل مع احمد ياريته كان موجود اكيد كان هيقف جمي احمد انت فين تعال انقذني انا وتيتة من الانسان ده انا مش عايزة تجوزه انا بحبك انت يا رب يا رب انا محتاجك تقف جنبي يا رب ساعدني يا رب ما ليش غيرك يا رب هيا عروسة جهزتي ولا لسه جاهو تلعت حنين ايه ده ام الفين الاحمر والاخدر والكلام بتاع العراز ده مش حتى مكيجلي اصلي اصلي خلاص عادي مش مشكلة انتي قصة جميلة من غير ده كله تعالي يلا شدها من ايدها وقال انتي ايدك متلجة كده ليه زي ما كوني خرجة من فليزر وكمان بتترعيش كده ليه مش مهمة دلوقتي تتدفي قعدت حنين وقعد امين قبلها وكانت قعدة ام امين واتنين شهود المأزون قال هت ايدك يا عريس هت ايدك يا عروسة مد امين ايده بس حنين كانت بتتنفس ببط وكأن في حبل ملفوف على رقابتها هت ايدك هت ايدك سمعت الشيخ مد ايدك مدت حنين ايدها اللي كانت بتترعيش من الخوف وفي اللحظة دي انكسر الباب ودخلت منه الشرطة ودخل نادر احمد وجه احمد السلاح نحي يتأمين وقال ام ام عانا من سكات يلا خدو وخدو امه معاه اخدتهم الشرطة حتى المأزون نادر قال شكرا شكرا لك يا احمد انتو حنين في الحقيقة من زمنه احنا عايزا نقبض على اللي اسم امين ده لانه خارج عن القانون ده غير السكاك الشمال اللي ماشي فيها اهو بقى عندكم طب ان همشي شكرا يا احمد مش نادر هو والعناصر وفضل احمد وحنين وجدتها بس اللي في الشقة احمد قال حنين انت كويسة اكتر لحظة انك كويسة في هاد الوقت الحمد لله انت جيت في الوقت المناسب وإلا كنت جاوزت لبنى ادم ده بس انت عرفت مكان ازاي وعرفت منين اللي احنا هنا انا دايما باجي في الوقت المناسب اما ازاي عرفت مكانكم هقولك لما شفنا الكاميرات المرأبة اكتشفنا ان جدتك مخرجتش اصلا من باب العمارة وابتدينا الرأي بكل سكان العمارة من خلال المرأبة اتعرف الضبط نادر على امين وقال انه ماشي في الشمال وممكن يعمل اي حاجة ولما انت جيت الحارة كنت مترأبة وبعد كده عرفت او صلي انت عملت كل ده امتى انا كنت معك مبارع وانت ما سبتش البيت ازاي بقى ما هو انا ما نمتش من مبارع وطول الليل شغال في الاسم مع نادر واول ما الصبح طلع رجعت البيت قبل انت ما تصحي انا اسفة انا اتعبتك معي قوي حضرة الضبط قلت لك ان تعبك رح هيقل بحضرة الضبط حنين انا بحبك بحبك قوي بحبك من اول مرة شفتك فيها وانت من بهدل ومن كوش وانا من بهدل ومن كوش اه تجاوزيني ايه اجاوزك اه تجاوزيني او اترفضي علشان ما احبسكيش بتهمة ايه بقى ان شاء الله بتهمة السرقة والنهب السرقة والنهب ايه سرقت قلبي ونهبت كل تفكيري ما بقتش بفكر في حاجة غيرك وقلبي مش بيدقل غيرك مش كده حرم برضو انا انا مش عارف اقولك ايه وانا بسمعي الكلام ده منك شكلك هتتابني معاك قدامي يلا على الاسم وهناك هتعترفي لا بلاش الاسم انا بحبك انا كمان موافق اتجاوزك انا مفيش حاجة تأثر علي بس انت تأثيرك صعب قومه بقولك ايه ما تيجي نتجاوز الوقتي وانتي لابس الفستانة هو ايه رأيك اصلا انا مستعجل طب مش نعرف مامتك الاول ماما عارفة والدخلية كلها عارفة يبقى ايه بقى بس تيتا موجود عيب تيتا اه هنا من امتى من اول الكلام والله ما تقلاش هي كده كده هتنسى هي مش فاكرة انا مين تعال اعرفك عليها تيتا ده احمد ظابط ايه رأيك فيه انت كنت فيه اتأخرت ليه نعم انا ايه مش انت اللي هتتجاوز حنين اتأخرت وكانت هتتجاوز ولا تغبي ومش متربي خلص يا تيتا هو جاه خلاص اتأخر شوية بس في النهاية جاه احمد معلش مزعلان بس شيلي ايدك من على بقى جدتك بلاش اصلا مش ضمن الالفظ اللي هي تقولها شالت ايدها وقالت تيتا خلاص بقى خلاص مش هاشتم تاني بس لو اتأخرت تاني هضرب المرة الجاية وانا موافق حنين مينفعش تعادي هنا لازم تعادي في بيتك بيتي ايوة بيتك وبيت باباك غير الفستان ده وتعلي هناك وتعرفي كل حاجة دخلت حنين ولبست اللي كان عليها اخدت جدتها ونزلت وركبت مع احمد وهو اتحرك بالعربية وبعد شوية وقت وصل قدامي البيت اللي فيها عمها وفي شقة باباها انزلي انزل فين ده مش بيتي ده بتعمي بس الشقة اللي فوق تبقى بتاعي تابوكي ومش كده يبقى تنزلي وتسكن فيها غصبين عن اي حد ما تقلقيش انا هتصرف واخدت لك حقك حتى شوفي ادى لها ورقة ايه ده ده عقد ملكية لشقة اهلك وده كمان عقد ملكية لورش تابوكي كمان عملت كل ده امتى بقولك من امتش طول الليل تبع عمي وافق بسهولة يتنازل كده هو لما واحد يلاقي نفسه وسط خمسين زوجت وكمان فوق ده ظلمة وستة شر كلب هيعمل ايه اكيد هيعترف بشرة حياته كله وعمك ما شاء الله من اول سؤال اعترف انه وكل حقك وتنزل عنه كمان ومش بس كده ده كمان فوقهم بوسة بما انك اخدت الورق خد البوسة كمان بغض النظر عن اخر جملة بس انا مش عارفة اشكرك ازاي بجد انت ساعتين كتير مفيش داية للشكر انا مش غريب انا هبقى جوزك وبعد ان اطلع يلا جاهز نفسك عشان بكرة اجيب ماما وكنزي ونجي نشرب شربات اطلعي ما تخفيش بحدش هيقدر يعمل معك حاجة انت حاليا في حماية ربنا وبعد منه الدخلية كلها تاليتي تنزلي خلي بلك على نفسك وعلى جدتك مش عايزة حاجة قبل ما مشيه شكرا اخدت حنين جدتها وهي طلع شايت ابوها كان عمها وولاد وقفين وبين عليهم الحقدة تجاه حنين كانت خايفة تطلع لم احمد وقوت قلبها وطلعت فتحت الباب ودخلت واستغربت ان عفشة ابوها وامها هو اللي موجود مش عفشة طارق ومراته خدت بالها من الصورة كانت صورة امها وابوها ابتسمت وضمت الصورة وريني الصورة دي كده شوفي اهي اكرم اكرم ابني صح ده اكرم ابني هو فين وده مراته سهر كانت اجمل بنت في الحارة وانا اللي جوزتهم وخلفوا بنت ايوة جبوا بنت اسمها 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 حنين ايوة اسمها حنين انت حنين حفظتي انا افتكرتك اخيرا يا تيتا اخيرا انا افتكرتيني افتكرتي من يا بيت ما لحقتش يا تيتا حنين حبيبتي تعالي في حدني والتاني يوم جم احمد وهو ومامته واخته وهم طلعين احمد قال اطلع يا ماما قدامي انت وكنزي حنين فوق مستنيه وانا هجي واركي خبت احمد على بابا امها وفتحت شهن اللي اول ما شفته كانت هتجنن من وسبته حسن فين بابا جوه بس من حضرتك دخل احمد من غير ما يرد عليها حسن ام تعالى انا جايق رفت حتي انا وحنين لازم تكون موجود انت عمها كبير ام انا مليش دعو بها نعم بقول لتفضل انا طلع معك اكيد لازم اكون موجود بحسب قدامي يلا شفتي يا ماما شفتي بقى الواسيم ده هيخطب حنين انا مش مصدقة اهو الواسيم ده ضابط اللي جنب يرحل ساعة ثلاثة واخد ابوكي وخليه يرجع الشقة ونص الورشة الحنين وخلينا نزلنا عفشة اخوكي وطلعنا عفشة عمك اكرم كما نعمل كل ده علشان حنين طول عمري بقول ان حنين ما عندهاش حظ في الدنيا بس دلوقتي اكتشفت انها اكتر واحدة محزوزة شفتها بصحيح عوض ربنا جميل ايه هتتجاوز قبلي وكمان ضابط هو مز كمان وعنده حنين فوق ارق الفتحة وحدده معد الخطوبة والفرح وبعد مدة جاء معد الفرح ودخلوا القاعة ايه ده في ايه القاعة مليانة كلها حكومة اه ما هو ده فرح ضابط مش مخرج اعلانات لازم يكون كله زباط دول زميل في الدخلية وبعد شوية قلص الفرح وطلع احمد وحنين على شقةهم وهناك احمد قال نورت بيتكي اجمل واحلى عروسة في الدنيا كلها اول مرة جبتك هنا كان نفسي تنام في قطي بكلمت بجد عارفة لي بس كنت حابب انك تدخليها ورح تكتملك كل جزء فيها بس ماما قالت لي ما ينفعش تم هو فعلا ما كانش ينفع بس دلوقتي ينفع هو ايه اللي ينفع انك تدخل قطي يلا تعلي معايا نورت حياتي وملتها سعدة بفرح الفرح والسعدة انت انت اللي ملت حياتي به بحبك بس مش بحب الزابط احمد بحب مانو بتاع الشاي خلاص هعملك شاي وانا ببدلة الشرطة علشان تحب احمد الزابط بحبك يا حنين وانا كمان بحبك نيتك الصالحة هي اللي تجلب لك الخير فعلى قدر النواية تكون العطاية ضعنية الخير في قلبك وسيتولى الله امرك وان قلت توتا قلو ستحددتنا النهاردة هي ترحل ولا ملتوتا واستنوني بحكاية وروايات تانية كتير دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته